هناك أيضا شهد البلدان أيضا توقيع إحدى عشرة اتفاقية تعاون أيضا تشمل مجالات مختلفة بين البلدين وأيضا في وقت سابق زار الرئيس ماكرون الجزائر هل يمكن من خلال البواب الاستثمارية بناء علاقة طيبة من البلدين؟ إذا غيرت فرنسا من سلوكها في التعاون الاقتصادي من الجزائر ودخلت كتركيا وكالصين بالعقلية الاستثمارية ممكن الأمور تمشي على أقل تؤجل موضوع الذاكرة والكلام الذي كنا نتحدث عليه لكن المشكلة أن الفرنسيين يأتون الجزائر وليس بعقلية الاستثمار وإنما بعقلية الاستنزاف والاستفادة من السوق الجزائرية فقط حتى أنهم يفتخرون ويقولون بأن عندنا 500 شركة أو مؤسسة فرنسية متواجدة ونوظف أظن 40 ألف موظف لكن هذا في قطاعات لا تقدم قيمة مضافة أن تحدث على قطاع البنوك والتأمينات وقطاعات لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الجزائر في حين المنافسين الجدد الذين دخلوا إلى الجزائر يقدمون قيمة مضافة وفهم يستثمرون في الصناعة والزراعة والخدمات وفي قطاعات كثيرة حتى إيطاليا جارت فرنسا أقدمت على الاستثمار في ميدان الطاقة ميدان الغاز والبترول وبالتالي هي إيطاليا استطعت أن تفتك ثيقة الجزائريين عندما أقدمت على الاستثمار في قطاع الطاقة وذلك في الاستكشاف والنقل وغير ذلك في حين فرنسا تريد الغاز جاهز بدون مغامرة وبدون استثمار في حقول جديدة وبالتالي تتحمل جزائر وحدها تبعات هذه الاستثمارات الضخمة وبالتالي الجزائر تريد من الفرنسيين وهذا الذي قاله الوزير الأولى الفرنسية عندما قال نحن نرحب بإيه استثمارات فرنسية وبالتالي العنوان هو الاستثمار ثم الاستثمار ضخ أموال فرنسية في الاقتصاد الجزائري مرحب بها لكن إذا أردتم شيء غير ذلك فهذا الموضوع أنتهى ولن يكون بعد ذلك الجزائري الحقبة التاريخية والاعتراف بالمجازر من قبل فرنسا اشتركوا في القناة